في السودان تأكيد جديد من القوات المسلحة بأن البلاد ماضية إلى التسوية والحل والانتقال السياسي فقد جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان التأكيد أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة وعلى انتقال سيكون مرضيا للجميع وإذ حمل السياسيين مسؤولية حصول الانقلابات وليس الجيش أكد البرهان ضرورة إرساء حوار شامل في البلاد كشرط أساسي للمرور نحو الاستقرار قبل إجراء الانتخابات هل هذا الحوار ممكن؟ متى سيحصل؟ وهل بالفعل اقترب الانتقال السياسي الموعود والمنتظر في السودان؟ معنا الآن من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان مرغني أستاذ عثمان مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار الكلام ليس بالجديد الذي استمعناه من السيد البرهان اليوم يعني الجيش لن يتدخل في السياسة ويدعو الأطراف السياسية إلى توصل إلى اتفاق هل لمست أي مؤشرات جديدة توحي على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح سياسيا؟ نعم هذا الحديث متكرر منذ فترة طويلة وبصورة مستمرة وليس هناك في الواقع على الأرض ما يثبت جدية هذا الأمر إلا الآن بعد إعلان المواقع التي تم الاتفاق عليها بين القوى السياسية والمكون العسكري وهي التي تبدأ بعد قليل بعد حوالي أقل من عشرة أيام الأول من أبريل المقبل ثم بعد ذلك السادس من أبريل ثم الحادي عشر من أبريل لتكوين الحكومة هذه المواقع الآن وضعت الجميع أمام المحك لأنها قريبة جدا فإذا كان فعلا هناك التزام بهذه المبادئ إرجاع الوضع الانتقالي كما كان والحكومة المدنية وإنهاء الشراكة بصورة التي اتفق عليها في الوثيقة الإطارية فذلك سيكون الآن أمام الجميع لكن واضح تماما أن هناك إرهاصات يعني حتى في الخطابة الذي ألقاه اليوم السيدة البرهان كان واضح هناك شرط شرط هو قديم متجدد وهو التوسيع قاعدة القوى الموقع صحيح هذا الأمر أنا أتفق معه فيه لكن إذا أصبح هو عزر لتجنب الاستمرار في العملية السياسية سيكون ذلك محبطا للجميع لأنه يعني انهيار العملية السياسية وللأسف ليس هناك بديل يعني لو كان هناك بديل لهذه العملية السياسية كان من الممكن أن ينظر في هذا الأمر بصورة أكثر جدية لكن هي عملية واحدة إما أن تمضي أو لا تمضي والذي يدفع ثمن ذلك هو المواطن العادي الذي توقفت تماما حياته في انتظار هذه الأزمة السياسية طيب يعني بالنسبة للمواقيت أو الجداول الزمنية التي أشرت إليها نحن نتحدث عن فترة قصيرة جدا كما أشرت سيد عثمان هل بالإمكان من الآن وحتى هذه المواعيد توسيع قاعدة القوى الموقع على الاتفاق الإطاري نتحدث عن عشرة أيام أسبوعين في حد أقصى ما الذي يضمن أن تنضم قوى أخرى إلى هذا الاتفاق يمكن توسيع الأطراف إذا اتسعت العقول إذا اتسعت الصدور لأن الأمر ليس فيه صعوبة بالمناسبة المسافة الفاصلة بين هذه الأطراف ليست بهذه الخطورة وليست مسافة حقيقية هي مسافة نفسية متوهمة بين الأطراف من الممكن الوصول إلى الاتفاق بسهولة جدا بين هذه الأطراف الذي الآن موجود على الأرض هو اتفاق إطاري وقع في الخامس من ديسمبر هناك قوى تعترض عليه إذن الآن الوضع تجاوز هذا الاتفاق هناك اتفاق نهاي سيعلن في يوم واحد أو يتوقع عليه يوم واحد أبريل لماذا لا يمضي الجميع نحو هذا الاتفاق النهاي ولينسوا الاتفاق الإطاري الذي بني عليه لأنه من الممكن التوقيع على هذا الاتفاق النهاي مهمة الاتفاق النهاي وهذه أنا أعتقد النقطة الأساسية بغض النظر عن نصوص هذا الاتفاق مهمة هذا الاتفاق النهاي هو أن يخرج المكون العسكري من السلطة ويجعل بعد ذلك إمكانية التحاور المدني مدني بين القوى السياسية فيما اختلفوا فيه وهو ليس كثيرا مع مدة متاحة للجميع أن يختلفوا أو يتفقوا دون أن يكون لذلك تأثير على قيام الهياكل للسلطة المدنية لأن الآن الذي يدفع ثمن غياب الحكومة وليس هناك حكومة بل ليس هناك دولة بالمعنى المعروف الذي يدفع ثمن هو المواطن الآن مطلوب إخراج المواطن من هذه المعادلة أن يصبح لذلك لديه حكومة لديه وزراء لديه اتصال بالمجتمع الدولي لديه دورة حياة اقتصادية عادية ويذهب الساسة للتشاور في القضايا التي اختلفوا فيها على قل من مهلهم لأنها طالما لا تؤثر على حياة المواطن لكن الآن المواطن كل الشعب السوداني ينتظر الآن هذه المواقيت ليرى إن كان بالإمكان أن يخرج الشعب من هذه العملية ليرجع لحياته الطبيعية أم سيغعود مرة أخرى للوضع الذي كان عليه لأنه ليس هناك بديل ليس هناك مواقيت أخرى ليس هناك عملية سياسية أخرى طيب في حال أستاذ عثمان عدم انضمام مزيد من القوى قبل حلول هذه المواعد ما الذي سيحصل هل ستمضي قدما القوى الموقعة مع الجيش في تنفيذ هذه الاتفاقيات وعلى رأس تشكيل الحكومة بدون أن يكون هناك القوى الأخرى منضوية في هذا المسعى نعم هناك وجهان لهذا الأمر الوجه الأول هل سيوافق الجيش بناء على الخطاب الذي ألقاه البرهان اليوم هل سيوافق الجيش على المضي قدما في هذه العملية السياسية هذا أمر مهم جدا هل سيلتزم بما قاله اليوم بأنه إذا لم تستكمل الخارطة السياسية للقوى الموقعة فإن الجيش لن يستمر في هذه العملية السياسية هذا أمر الأمر الآخر لنفترض أن القوى العسكرية وافقت على أن تمضي العملية السياسية بمن حضر من ركب القطار فسيمضي بالقطار ومن لم يحضر إلى القطار سيكون خارج هذه العملية السؤال سيكون بعد ذلك مصير الحكومة التي تنشأ من هذا التحالف السياسي بالتأكيد ستواجه بكثير من المعضلات أول هذه المعضلات أن الذين لم يوقعوا سيكون بحكم اتفاق السلام الذي وقع في جبا سينالوا 25 أو سينالوا مقاعد 25% في المجلس الوزاري سينالوا مقاعد أخرى في البرلمان سيجعل ذلك نوع أشبه بالأزمة اللبنانية وهي ما يطلق عليه الثلثة المعطل أن يدخل في الحكومة من هم أصلا ضد الحكومة منذ اليوم الأول هذا لحكومة أصلا هي تنشأ في الظرف السيسنائي صعب جدا ووضاع تحيط بالسودان كل ذلك سيخلق معوقات وتحديات قبل الأوان يعني قبل أن تخرج الحكومة من رحمة الغيب لتكون حكومة فعلا قادرة على التعامل مع الأوضاع في السودان ستجد نفسها في مواجهة إشكاليات كثيرة أنا أعتقد إذا كان هناك فعلا عقل وحكمة من الأطراف من الممكن التوافق بين كل المجموعات السياسية بما يمكن أن يتفق عليه لأن هناك مجموعات لن تستطيع الدخول بحكم الأمر الواقع أن يكون هناك أكبر قدر من الطيف السياسي هو داخل هذه العملية السياسية وبالتالي السؤال هو ما التنازلات إذا جاز وصفها بالتنازلات التي يمكن تقديمها لهذه القوى غير المنضوية حتى الآن حتى يكون هناك حافز لديها للمشاركة في العملية أنا أعتقد ليس هناك تنازلات بالمعنى يعني لن يفقد طرف سينتصر الجميع في هذه العملية كل الذي مطلوب الآن هو التوافق على أن يكون هناك نوع من التنازل النفسي لأن الطرف الذي لم يوقع لديه كثير من الاستدراكات فيها كثير جدا من الإحساس بالشرف شرف التوقيع أنه عندما يوقع فإنه قد يتنازل عن كثير من شرف السياسي مطلوب ما يوازي ذلك من الجانب القوى الأخرى القوى الأخرى ممكن أن تمنح هذا المعادل النفسي بأن توافق على أن توقع هذه القوى ممثلة للكتلة الدمقراطية بمعنى آخر يعني أقولها بصورة مباشرة فليوقع الأطراف الذين أتفق عليهم الثلاثة الدكتور جبريل من ناوي والسيد جحفر المرغاني وليكن ذلك ممثلا للكتلة الدمقراطية دون أن يخل ذلك بالقواعد التي اشترطتها الحرية والتغيير وهي أن لا يكون هناك سوى هؤلاء الثلاثة فليأتي هؤلاء الثلاثة وليوقعوا فرادا لكن فليقال إعلاميا فليقال بأي صورة أنه توقيع نيابة عن الكتلة الدمقراطية هي عملية نفسية لا أكثر أنا أعتقد صحيح البعض قد يعتقد أن ذلك تفسيط لكن لأن الأزمة نفسها هي بهذه البساطة طيب سؤال أخير سيدة وثمان بالنسبة للأسماء التي قد تكون مرشحة لأن الوقت يمضي واقتربنا من الموعد لرئاسة الحكومة هل هناك أي تصور لدى أي جهة من هذه الجهات حول الأشخاص أو الشخصيات التي قد تكون مرشحة بالفعل لتولي هذا المنصب لا لم يكن هناك ترشيحات رسمية من أي طرف لكن هناك أسماء بعضهم بادر بإعلان نفسه زكى نفسه وأعلن عن توسيح نفسه هناك أطراف ذكرت من بعض المكونات السياسية وظهرت في الإعلام هناك بعض الأشخاص الذين يفترضهم قطاع واسع من السياسيين أنهم ممكن أن يكونوا مؤهلين لكن دون الإعلان عنهم واضح تماما أن هناك تحاشي لذكر الأسماء لأن الأسماء هنا مؤثرة جدا وقد تجعل هناك نوع من الحساسية في العملية السياسية إن ارتبطت بأسماء خاصة هنا في السودان الأسماء مؤثرة جدا أحيانا في تقييم المواقف السياسية للأسف الشديدة شخصنا عالية جدا تجعل أحيانا مواقف ضد فقط لأن هناك شخص باسمه هو جزء من هذه العملية شكرا جزيلا لك الأستاذ أثمان المرغني رئيس تحرير صحيفة التيار كان معنا من الخرطوم